تزرعون بذور حقدين، تزرعون بذور شربين، تزرعون، إنما لن تسقطوا ليمونة، لن تهزنوا زيتونة، لن تستبيحوا الياسنينة عندما يفقد الشاعر أمه وأخته وأخيه وخالته في أقل من عام ونصف العام، يفيد وجدانه الشعري حتى الإنعطاق تلك حالة شاعر السورية وسام حسن أو وسام إنانا، ابنة مدينة ترطوس لديها أربعة دواوين وهلأ في عمل جديد قيد الطباعة، في فيد وجداني أكبر من المعاناة الجديدة التي طرأت علينا من حالة فقدان الأحبة دمشق التي قدمت ذات يوم صباها، فهل تنكرون الحليب الذي قد رضعتم؟ وأنتم أذبتم على ناهديها الشفاها، دمشق التي أسرجتكم خيولاً وأنتم دخلتم سباق الجنون لسفك دماها، ولكن دمشق ستبقى كأم برغم الجحود تحب دناها في قصيدة دمشق أنا ألوم كل من ساهم في سفك الدم السوري، كل من ساهم في دمار هذا البلد الجميل الذي له فضل على الجميع من سوريين ومن عرب الذي فتح حضنه للجميع، فأنا أنتمي لحزب القتلى فقط مأساة إنسانية تضاف إليها مأساة وطن فقد أهله الأمان وهجروه، فكيف أثرت الأزمة على الشاعر وسام حسن؟ أثرت سلباً وإيجاباً، يعني أثرت سلباً زادت حالة الحزن والمعاناة أثرت إيجاباً أنه هي زادت النطج الفكري والنطج الشعوري والنطج الأدبي عندي أنا لعهد لسوريا بالشعر السياسي، قل ما نعثر على شعراء سياسيين، فهل تغير الحال بعد قرابة أربعة سنوات من الأزمة؟ ما كان فيه بمعنى الكلمة شعر يقال له شعر سياسي لأنه المرحلة كانت يعني نوعاً ما تمنع الرأي الواضح الشعراء الآن أكيد قادرين على التعبير أكتر، بس المشكلة أنه معظمهم دجنوا أمني للشعب السوري أنه يرجع بخير وبسلام وأمل لأننا نحن المبدعين، الأدباء، الفنانين أنه نقدر نرجع على بلدنا ويغضبني بحبك من يقاسمني، فإني رغم إيثاري أنانية لبرنامج اليوم على الحرة مصطفى عاصي بيروت